مرحبا بكم في هذا اللقاء من جديد مع قناة بروكا تيفي لي كذلك من بين القنوات متبعة لأحداث اليوتيوب منها اللي كان شوفوا مؤخرا قضية الصلح ديال اليسرى مع الزوج ديالها وعائلة الزوج ديالها اللي كان شوفوا قنوات كانوا تدخلوا بخيط بيض من بينهم نايمة البدوية وضمي نايمة في الغربة وكان شوفوا من الأوائل كانت تطبا ديالة وبنت تطبا ديالة أمينة وكان شوفوا بعض الطرف انه كيرفض هات الصلح هذا واللي خلا بعد التعليقات وبعد انتقادت كثير على عدم قبول الصلح اليوم كذلك من بروكا تيفي شنو رأيك في هاد القضية ديال الصلح ما بين زيوسرة والزوج ديالها وعائلة الزوج ديالها اللي كان شوفوا بطرف قابل هات الصلح بطرف ما عندوش ربح فات الصلح هذا كان شكر حبيبة صونية كان شكر جزيل شكر مرحبا كان شكر جريدة ديالكم كان شكر الأخ زوهير وكان شكر المتتبعين ديالكم اللي دخلوا عندي كان شكرهم داخل المغرب وخارج المغرب وهده وتنا تفرج كيف يتفرجوا الناس تفرج من نائمة مش هاتما يدي ديال الصلح ليوسرة ليوسرة المردية بانا قالت علاش الله باش تجمع هاتك العائلة بانا اي واحد ما كيبغيش يشتت العائلات كان بغيوا نجمعوا العائلات اللي كي تكونوا هكاية متخاص من او شي حاجة كان دخلوا بخيط بيد ما كان دخلش بخيط كحل كان الناس اللي كدخلوا بخيط بيد وكي يمدوا يد المساعدة ليوسرة وكايل اللي ما بغيهاش تصالح ميناء ايما مشت عندهم وطلبت من من الاخت يوسرة طلبت منها جسية قاتلها مرحبا والف مرحبا وحلوا لها بابهم وقابلوا زي ما قلسوا معاها وعطوها زي ما وقت وقالوا لها قتلها صافي زي ما بغيت اعنات طالب ديالي بغيت انها نسكن بوحديتي هذا الطالب لكل وحدك تطلبت تكون بوحديتها زي ما ما عندوش طرف الاخر زي ما يبقى فيه الحال وكنشوفو الطرف الاخر مين ساق بيه انا ميناء ايما مشت عند يوسرة ودخلت بخيط بيد ما بغاش زي ما لاش بيه انا لاش ما يجمعش هو يجمع حفيدو بيه انا هي مازال ما ولدتش علش ما يجمعش اذيك العائلة علش ما يجمعش العروسة دياله مع ولدها من ولد باغي مراته والمره باغي يا ولدها الواحد خسنا ضروري نجمعوهم ماشي ندخلو بخيط بيد كين العائلات اللي كيددخلو بخيط كحل خسهم اللي دي ما يبقى مشتين وتحيي الميناء ايما اللي دارت هاد هاد سمي سو منشاة طلبة الصلح كناك نشوفو ان من قبل ما يكون هاد مبادر ديال الصلح من طرف من طرف نعم البدوية ولا ولد الميناء ايما في الغربة ولا بعض القناوات اللي باغيات تحييي الولد الميناء ايما في الغربة تحيييلي تهو دخل مدد الصلح بين تيجاه الاخر بين العربي ويوسرع زي ما يتصالحو ويربعو هادك الوليد في الحضن ديالهم اي واحد ما كيبغيش يشتت ولداته ولكن شان قولك الناس كات كتجمعهم والاب ديال العربي ما باغيش لاش ما باغيش كيقولك لا قال الميناء ايما لاش مشيتي عندها وميناء ايما دخل اغيب خيط بيض وتحييييها وتحييي الخي ساعد في الغربة تحيييي كونك اشوفو انا انا اب الزوج ديال اليوسرى كان من قبل ما يكون هاد مبادرات ديال الصلح من طرف هاد القناوات كنك يقولك ان الولدو ما يفرقوش يعني ديما يقسم مع قبلها يعني تذك الشرط ديالها يعني كنرفضو من شحال هاد يعني ما تسكوش يبوحدها يعني بحالي رفضها تحدي معه ايه نديرو في الماتلو كانت غير شي برط ما كبيرا احنا دابع من كان شفوت رمكيبينو لور برط ما ديالهم عندهم برط ما صغيرا ماشي شي برط ما كبيرا نديرو في الماتل هاد البنت بغاد تقلص بوحديتها ارى من حقها ماشي طلبت شي حاجة شي حاجة زعمان ماشي من حقها نقولوا لا خصد هادا لا الناس بغاوا يعاونوها الجالية الله يكترخيرهم بغاوا يعاونوه يوسرا ويوقفوا معاها الله يوقف معاهم ساوا خصو يمدي يد الصلح للعروس واللي كيقول كيمشتو اللي امرش وحدا كيمشتو اللي دي عمرها ما كاينهاش بانك نعرفوا العائلة اسمي كتغضب المرأة ضروري كيمشو حباب الراجل كيرغبوها ويحضروها ويبلي ويردوها بان ما زالا هي عاد حاملة وغا تولدو المولود ديالها عند الام ديالها اللهم تولدو عند رجلها مين بغي رجلها وحماسها سيطيبة صراحة سحية ليطو وهذا من دخلت مين نعيمة صراحة انتما كانوا بدو يد المساعدة ومشو عند عروسهم وردوها بان عروسهم كتبقى كتبقى عروسهم هادا كولدهم هاداك عروسهم وهذاك الحفيد ديالهم اللي حاملة بي هاداك العروسة من بداية الموشيل كنا شفنا واحد مبادرة كانت من امينة تتباديها وكذلك تتباديها اللي كانت هما من الاول اللي وقفوناها وكانوا معاوناها في القناة يعني اقربوا الناس من يوسرا ما بين يوسرا والزوج ديالها اللي بحكم انها كانت حاملة وكانت امخرت في حقوم واحد الديعاءات والتيامات انه استغلاء يعني اللي يقف معا يوسرا انه فيه استغلاء بغي يخدم به اه هي التتباديها وتحية الامينة بن التتباديها هما الوالة اللي بدو يد المساعدة اليوسرا حلت هذه القناة ووقفوا معاها ماشي حرشوها قالوها ما توليش الراجلك او ضربية في راجلك او شي حاجة لا حلوا عاونوها والناس المتتبئين او تاني المشاهدين ديالهم وديال العربي ودخلوا عندها وتابعوها وشا نقول لك؟ وكل شي كي يقول لك باغين هذيك السيدات ولي لها راجلها باغين باغينها تصالح ويجمعوا الشمل ديالهم يعني انتي كتشوفي انه من الطبيعي انه الزوج الاب ديال الزوج ديالها اللي كان كيخرجه واكن كيدرب في عرشته يعني ما خلاش يعني انها موسخة انا غانوريكم غاديفرقوا عدرمانة غانوريكم بيتها يعني كنشوفوا اعطاوا الموضوع شكل دياله كبار من الحجم دياله ولي انا كنشوفوا الزوج ديالها ساكت ساكت اه سميسو كيمين كالدابز المرأة والراجل مخصومش يدخلو الواليدين لدى الام ولا ديال الطرف الاخر و لدى الاب لا عرفتي علاش مي كيددخلو كيزيدو نوضو العافية يما الواحد يدخل بخيط بيد واللي ما غير رفش يدخل بخيط بيد يقلس بحالاته مي كاتمشي هي عند مها عاد كاتقوى معفونا عاد كاتقوى بان بان بزاف دلحواش كيتتقال فيها بان كيضربوها في الشرف ديالها بزاف دلحواش كيتتقالو فاديك البنت علاش مي كانت عندكو مفياش هديك الحاجة او مين شتهية نديرو في الماتة لعندما عاد والاس يقبيحة والاس مام زياناش والاس معفونا اجيو تشوفو بيت ناس ديالها والشيخ ما منحقوش يخرج ويدرب في عروسه كاتبقى عروسه يمكن بينها وبين راجلها ما كيعلم الا الله ولكن بين الشيخ ديالها ما يخصوش يضرب فيها نهائيا انا كذا ما كان بغى ديال القناة ديال السيد طيب تحييالي ولكن ما نخرج كيضرب في عروسه وكيقول اجيو نوريكم بيت ناس واجيو نديرو اجيو نفعلو ما يخصوش الحماء يدخل فاتش نهائيا كان بقى راجل والمراتو كي يدابزو شوية غد هذا ولكن يضرب فيها الشيخ لا ما بغي نهاش واللي كنشوفو ده بقى انا حاليا ان الابد السوج ديالها ما بغيش هات الصلح يعني هو اللي كي يحلف على المباشير انها ما بغيش هات الصلح وانما رافضا تاما ان ابن دياله والزوجة ايش افضروا وحدة اينا نعفونا هات شي طبيعي ان زوجة يخرج يكري ولا يسكن بوحدة حاجة عادية كي بقى تتقار زوين كي بقى تتقار مزيال ولدو لك دعما الناس عاونوها وشرا تبريط ما ديالها وهذا تستقر بوحديتها تبقى تجي عندهم يمشوا عندها غيبقوا بعضياتهم اذيك المحباء بعضياتهم صاف هات شي اللي كنعرف انا كي بحنديرو في المثال قلست تقولي تردها نفس الحالة عاو تاني معاك وغير نوضع تاني المشاكل من الاحسن كل واحد يستقر بوحديته لماذا كنجوجوه حنايا كنجوجوه باش نستقروا لولدو ليداتنا وتنقى العائلة مجموعة ماشي نقصوا مع العائلة في قلب الضار باش كادي تشتط الأمور لا احنا خصنا ضروري الاب يبقى يجي يسول على ولدوه والأم عاو سيني تسول على بنتها والأمور كاتمشي مزيانة هنا كنشفو ان ممكنش شي ازوج ما يكونش بناتهم المشاكل شوفي فيها ما كانش شي ضار يكذب عليك الكادب ما كانش ضار تقول لك انا هنعمل مشاكل لدينا مشاكل ولكن مشاكلنا كنعرف نحلوها الراسنا ما كندخلوش وليدينا الراجل مخصوش يدخل وليديه والمراه مخصوش يدخل وليديها كيتحلي مشاكلك كيتحله ممكن يدخله الطرفين ما كتحلتها مشكلة كتزيد عاد كتزيد طور المشاكل وكذا بالمشكل ما كيكبر ما تشغل على اللي كتدخل تصحب القناوات يعني يمكن يكون عندهم يدخفيا بانا كاينين بحلي غيجي معايوس يقولها ما توليش دارلك وقال فيك وقال فيك عشاني غيمشو الاتجاه الاخر يقول له ما تردهاش بانا بباها الاب ديالة جاخدها خصوك يدهي ولي يجيبها هو يعمر كيدهي ولي يجيبها كينمشي وغضبانين وكتجي الحماو بالعقل ديالهم باننا ناس كبارين ناس صغارين ما عندناش العقل ولكن هما كيكون عندهم العقل كيجيو كيردو ديك البنيتها وكيردوها الاندراج لها ولكن شنقول لكم لا حوله ولا قواته إلا بالله العلي العظيم وصحاب القناوات تخطو مغي باش يخدموا شيلة الثلال موضوع دياليوسرة والعربي ما عندهم مش باش يخدموا نديرو في المثال هاي الثلالة دياليوسرة غيدو ورعوا تاني هكا محلي طاري السعاد وبنتها طوما دخلوا في نفس المشكلة دخلوا هكا الله يكون معانك الوحدة ولا تفتيجها السعاد كيقولوا لها لا بنتك دارتك فعلتلك اللي بنتك يقولوا لها ماما كنتي تشوفي شني كتقول فيك ولكن خس الواحد يدخل بخيطة بيض وهذا اليوم الدنيا وغدا الاخيرة شني غنديو معانا الواحد غتربحي الفلوس اللي ضربتي في هذا أو قلتي شي حاجة وهذا غتطلعي ولكن شني غتسدي معاك شني غتقولي له خسنا الواحد باش يقابلوا مولاه انا دكسيدة عرفتها غالطة سنقولها غالطة وخنكون انا من الطرف الاخر او من الطرف معها نقولها لا بانتي غالطة في هذا الشي هذا وكنقول الله يحط بالزلطة رحمها بين العربي ويوسرا ويقول لهم جموعين وهدي كتبقى مبادرة جوينة من ناعمة البدوية اه مبادرة باننا من ناعمة البدوية هدي ذا اليها مسكينة مع ابنتها رحنا سحنا سبعنا القصة ديال منعيم وراجع هم تكنوا صافي يقولوا غايت تفارقوا نهائيا وكتقولك صافي صافي غايت تطلقوا هادي وهادي ودخلوا الناس ودخلوا بزاف ديال القناوات وهم الحمد لله هم أبدا يزادوا بليد وحد داخر والله يجعل سيدر بيجمع كل واحدة مع رجلها كيف قلت تقول اليوم اليوسرا المردية كنقول اليوسرا المردية خس كيت صبري بان الصبر هو مفتاح كل حاجة الواحد تصبر هي قصة تصبر ورجلها قصة يصبر والحمه قصة يكون عنده العقل يمشي يرد عروسه ويجمع المياه اللي ما جاريها والله يجعل يجمع جميع المسلمين المتفارقين يجمعهم شكرا الليكم بروكاتي بالعادة الليقاء وشكرا لكم متابعينا خانة فيس بريت على المتابعة فيديو آخر ان شاء الله الى اللقاء ماتنسنش تدير اابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش تصل بكل جديد اشتركوا في القناة